موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام قبل برهة من الزمن وفي متابعتنا في ساعة حدث لآخر تطورات الملفات العراقية بصورة عامة ناورنا في الأيام الماضية ما بين التسوية السياسية وطروحات المصالحة وما بين الأنبار والتداعيات الأمنية التي تعيشها هذه المحافظة فغادرنا لعدة أيام ملف الموصل وملف معركة الموصل مجبرين ومضطرين لأن الملفات بالتأكيد تتقاطع بالإمكان أن تكون أمام مجموعة من الحلقات تتحدث في ذات الحلقة عن جملة من الملفات التي تتفاعل في اليوم الواحد ولكن بالتأكيد ملف الموصل يعني انسحبت عليه كل هذه الملفات بسبب طبيعة الصراع الأمني والصراع السياسي اليوم نعود إلى هذا الملف المهم غادرناه في الأيام الماضية وكننا على أعتاب مئة ألف نازح عدنا إليه والتقارير تتحدث عن مية وسبعة عش ألف نازح ولما نقول مية وسبعة عش ألف نازح نحن نتحدث عن النازحين الذين وصلوا إلى المخيمات لنتحدث عن النازحين الذين هم في العراء الآن أو خرجوا من خلال الحدود السورية حتى يدخلون أقليم كردستان من الحدود العراقية السورية يعني نتحدث عن مية وسبعة عش ألف محسوبين ودائما لما نسأل عن الباقين عددهم ثلاثة ألاف ستة ألاف فبالتأكيد نحن أمام رقم ربما يتجاوز المية وعشرين ألف نازح وغادرنا أيضا ملف الموصل وهناك حراك عسكري بطيء في استعادة المدن وفي استعادة الأحياء في الساحل الأيسر عدنا ولا يوجد هناك تطور في موضوع تحرير تلك البلدات والأحياء وإنما لا زالت المعارك تسير بضراوة وسنقف على حجم تلك الضراوة وتداعيات تلك الضراوة والقتال الشرس في الأماكن التي تشهد تلك المعارك وأيضا غادرنا ملف الموصل وعدنا إليه والداعش لا زال يجرم بالمدنيين في المناطق المحررة لأن داعش يؤمن بأن المواطنين المتواجدين في المناطق المحررة هم مرتدون وينبغي قصفهم لذلك هو يعمد بصورة مستمرة إلى قصف تلك الأحياء قبل نصف ساعة تقريبا هناك منظمة في بعض الأحياء المحررة توزع مي للناس في داخل تلك المناطق وفجأة داعش يطلق قذائف الهاون على تلك المنظمة قتل ثلاثة من أفراد تلك المنظمة وهناك عدد من الجرحى المدنيين هذا الكلام قبل نصف ساعة ويعني هناك وضع مأساوي في داخل المدينة تؤكد التقارير الدولية بأن هناك مجاعة في داخل مدينة الموصر مجاعة في الداخل ومجاعة يعانيها من هم في الخارج من هم في المخيمات نحاول سريعا أن نقف على مآسي أولئك مع الأستاذ زاهد الخاتوني وهو النائب المتواجد في تلك المنطقة الآن ويحاول أن يتابع قضايا النازحين ويقف على آخر تطوراتها أستاذ زاهد أود أن أسمع من عندك أهلا بك طبعا على ساعة حدث أود أن أسمع منك آخر إحصائية للنازحين المتواجدين في مخيمات النزوح تحياتي لك ولي قناتكم الكريم والمشاهدين الكرام الأعزاء آخر إحصائية بلغت إحصائية النازحين لحفلان أكثر من مئة أو بضغط مئة وثلاثة وثلين ألف وخمسمائة نازح في مخيمات النزوح النزوح طبعا مستمر بشكل يومي مع استمراء طبعا عمليات العسكرية ومع زيادة الحفار وغلاء الأسعار وفي نزينة الموصل ونفاذ ما تبقى من المواد الغذائية للمناطق وحتى محررة فضلا عن المحاطرة ولذلك نتوقع نزوح أكبر إلا أن يكون هناك تبارك لمساعدة العوائل في المناطق المحررة طبعا هناك أيضا عوائل نازحة أخرى من المنطقة الغربية أي منطقة اللعفر والمناطق الغربية الأخرى إلى سوريا وإلى تركيا اليوم الآن في هذه اللحظات أنا متواجد في منفذ كيشخابور لإدخال عوائل نازحة من مخيل الهول إلى المخيمات داخل الغراق ومنذ يومين يوم أمس واليوم على التوالي يومين أيضا حظم المحافظة سيد خلف الحديدي وضع المشكولين ووزارة الهجرة نعمل خلال الساعات القادمة سيكتمل دخول ألف ومائة نازحة من مخيم الهول السوري إلى المخيمات العراقية وطبعا هناك أيضا نزوح آخر الآن متواجد عوائل على منفذ أو حاجز صليبي فيما يسمى قبل أن تتخر هذه العوائل إلى مخيم الهول السوري أيضا هذه العوائل تعاني اليوم من البرد والجور والعطش هل المخيمات المشيدة الآن أستاذ زاهد مع استمرار توافد أولئك النازحين هل الطاقة الاستيعابية لتلك المخيمات تكفي لاستقبال المزيد؟ نعم لحد الآن الطاقة الاستيعابية تكفي لاستقبال عوائل وأنا ذكرت أعتقد قبل هذا التفال من قناتكم الكريمة أنه إذا وصل الحد إلى حد 150 ألف نعم هناك مخيمات لاستقبال اليوم تحديدا أو غدا سيتم افتتاح مخيم ساعة 7000 عائلة هذا المخيم الآن جاهز لاستقبال هذه العوائل لحد الآن لم يفتتح رسميا اليوم ربما تحديدا أو غدا سيبدأ افتتاح الرسم لهذا المخيم أيضا هناك توسع لبعض المخيمات في الجدعة أيضا في حسن شامل استقبال العوائل النازحة لكن في حال تجاوز العدد أكثر من 150 ستكون هناك كارثة لا تجد أنك استدادة حقيقة تقارير أستاذ زاهد تقارير دولية تتحدث تقارير دولية تتحدث عن مجاعة منتظرة لمن هم في داخل الموصل في المناطق التي لم تحرر بعد هل لك أن تؤكد مثل هذا التصور عن إمكانية حصول مجاعة في داخل الموصل وهذا ما بدأ يحدث بسعال المجاعة بدأت تظهر على أهالي المركز الموصل وتأثين كثير من الاقتصالات بأن هناك فعل غلاء يعني غلاء كبير بالأسعار مع قلة ونفاذ المواد الغذائية المخزون الغذائي لأهالي الموصل ولذلك يجب الإسراع بإيجاد حلول سريحة خاصة ولا أعتقد هناك حد إلا أن تحرر هذه المدينة وإلا فعل هناك كارثة قادمة مجاعة حقيقية باعتبار أن هناك ما يزيد على المليون بل أنا أعتقد حسب المعلومات لدي ما يصل إلى المليون ونصف شخص داخل مركز الموصل ولذلك لا توجد هناك مواد غلائية منذ أشهر فإذا طالت طال أمد المعركة أكيد ستكون هناك مجاحة ولذلك نحذر ونطالب من الحكومة الاتحادية نطالب من المجتمع الدولي إنقاذ أهالي الموصل من مجاحة قادمة هل هناك رأي بأن يتم إلقاء المساعدات من الجو كما يحصل في مناطق النزاع أستاذ زاهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مجاحة منتظرة إلى حد لا نعتقد أن هناك رئي لمثل هذا العمل لكن نحن أكيد سنطرق جميع الأبواد حتى ننقل أهالي الموصل من المجاعة على قل فالله أن ننقذهم من أسر داعش ومن جحيم أستاذ زاهد ما يمنع أن يتم تداول مثل هذه الفكرة يعني أنت بالنهاية صح متابع للقضايا الإنسانية لكن أنت بالنهاية السياسي ممثل المحافظة في مجلس النواب ما الذي يمنع أن تطرح مثل هكذا أفكار لإنقاذ المدينة ليس هناك أي مانع بالعكس كل الأفكار مطروحة وواردة حتى ننقل أهالنا في الموصل بل يجب العمل على كافة المجارات حتى نجنب أهل الموصل من مجاعة حقيقية قادمة شكرا جزيلا لك زاهد الخاتوني النائب عن محافظة نينوة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى جملة الأرقام التي وردت في هذه المداخلة فعلا يعني فكرة النزوح وفكرة الحصار هناك مبشرات يعني صح هناك معاناة وهناك قهر هناك كارثة إنسانية حاصلة ولكن أن تسمع خبر بأن المخيمات بدأت تتسع شيئا فشيئا وهناك طاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب بالمئة وخمسين ألف فهذا جيد ولكن ماذا بعد؟ السؤال المطروح ماذا بعد المئة وخمسين ألف؟ يعني إحنا باقي بين المئة وعشرين والمئة وخمسين ثلاثين ألف نازح وفي ظل تطورات المعارك وتباطؤها كيف يمكن أن نتعامل مع ما بعد المئة وخمسين؟ هل هناك تصور للتعامل مع أكثر من مئة وخمسين ألف نازح؟ هل هناك رؤية لإنقاذ نازحي الموصل المحاصرين في داخل المدينة من كارثة ومجاعة تنتظرهم؟ إلى أي درجة؟ طبعاً أيضاً سؤال مهم إلى أي درجة بالإمكان أن النازحين الذين يخرجون من الموصل ويأخذون إلى مخيمات النزوح ومراكز الإيواء إلى أي درجة بالإمكان أن يساقون إلى المناطق المحررة في منازل وفي مؤسسات الدولة الموجودة هناك بدل أن يذهبوا إلى مخيمات النازحين يعني هذا الموضوع لماذا لا يناقش؟ لماذا لا يطرح أيضاً؟ لأنك مكان ما تأخذ عوائل كاملة أطفال ونساء وشيوخ وعجزة إلى خيم أخذهم إلى هياكل ربما يكون الموضوع أهوى إلى درجة كبيرة وتأخذهم إلى مؤسسات دولة بطوابق بغرف بالإمكان أن تؤويهم أفضل ما يدخلون إلى مراكز إيواء ونزوح في ظل هذا الجو البارد في الصحراء طبعاً هذا الكلام لا ينساق فقط على الفكرة الإنسانية والجانب الإغاثي ولكن ينبغي أيضاً التطرق إلى الجانب العسكري في ظل جملة من التقارير وجملة من الخرائط التي تشير إلى تباطع في هذه المعركة وربما الآن نستعرض وإياكم آخر خارطة ترسم لنا حجم التحديات وحجم التباطع الذي تشهده هذه المدينة لأننا ذكرنا بأننا غادرنا ملف الموصل قبل قرابة ست سبع حلقات وعدنا إلى ملف الموصل والخارطة كما هي لم تشهد ذلك التطور بل هناك أحياء ربما لا زال القتال فيها طبعاً مناطق الاشتباك اللون الأحمر هي مناطق اشتباك واللون الأخضر هي مناطق محررة وعليها العلم العراقي بمعنى أنها تحت سيطرة عراقية تامة المناطق البيضاء بكل الأحوال هي مناطق داعش بالتأكيد فالسؤال الذي سألناه قبل قليل فيما يتعلق بالجانب الإنساني إذا كانت المناطق المحررة بهذه السعة يعني إحنا عدنا أحياء بنسبة جيدة في الساحل الأيسر هي محررة لماذا العوائل تساقل المخيمات لماذا لا تذهب إلى المناطق المحررة على الأقل في المناطق البعيدة التي لا تصلها قذائف داعش التي تعتبر تلك المناطق المحررة على أنها مناطق لمرتدين ذلك تلجأ وتعمد إلى قصفهم بقذائف الهوان وذكرنا لكم ما جرى قبل نصف ساعة من قصف لتجمعات مواطنين يأخذون إغاثات من إحدى المنظمات المتواجدة في المدينة على يتيحال طبعا أيضا ما يقال من تأويلات وتحليلات عسكرية بأن هذه المنطقة التي هي المنطقة الأثرية داعش هناك قام عدد من التحصينات التي توحي بأن المعركة كلما اقتربت المعارك نحو دجلة راح تكون أعقد في هذه المنطقة بالتحديد هناك ساتر عمد داعش إلى بنائه لإيقاف تقدم القطعات الأمنية إلى الساحل الأيمن وهو الساحل الأكثر تعقيدا وبالتالي المعركة حقيقة معقدة المعركة صعبة جدا وهناك جملة من التصريحات بعد هذه الخارطة لو ندخل عليها مباشرة الآن حتى نقف من خلال التصريحات على آخر تطورات هذه المعركة صحيفة نيويورك تايمز التي نبدأ بها في استطلاع آخر تطورات هذه المعارك المعارك الدائرة منذ شهرين لاسترداد الموصل من قبضة تنظيم داعش استقرت لتصبح حرب استنزاف طاحنة وخطوط المواجهة الأمامية بالكاد تحركت من مكانها وخسائر القوات العراقية البشرية باهظة حتى إن العسكرين الأمريكيين الذين يقودون الحملة الجوية أبدوا قلقهم منها نحن هذا الكلام ليش نسمع من صحيفة صحيفة أمريكية أو نسمع من محللين أمريكيين خلينا نسمع من قيادات مسؤولة على الملف الأمني خلي الحكومة العراقية تتكشف مع المواطنين في صعوبة هذه المعركة التي بعد شهرين فعلا تحولت إلى معركة استنزاف لأنه البيشمرقة تقول وتحليلات عسكرية أخرى تقول بأن هذه المعركة ربما تستمر ستة أشهر يعني يا جماعة تحضروا لما هو فوق المئتين ألف نازح وتحضروا إلى حرب طويلة وحرب استنزاف طويلة فإذا كانت الفكرة أن تتحول هذه المعركة إلى حرب استنزاف هل هناك خطط موضوعة وعاجلة للتعامل مع حرب استنزاف بالإمكان أن تقل مدنيين شرها وتقل القطاعات الأمنية شرها هل ستعمد القيادة العراقية العسكرية إلى الاستعانة بقوات برية أجنبية للتعامل مع مثل هذا الاستنزاف يعني هذه الأسل لازم تسأل وتناقش وتحتاج إلى إجابات صراحة لماذا إلى الآن لم يحن موعد الاستعانة بقطاعات برية ونحن نتباط في الساحل الأيسر وقدامنا الساحل الأيمن اللي هو الأكثر تعقيد والأكثر صعوبة هذا السؤال يسأل لصانع القرار الأمني والعسكري صحيفة الواشطن بوست أيضا تتحدث عن ما يقرب من مليون شخص من المدنيين ممن بقوا في الموصل يعانون الأمرين للحصول على الغذاء ومياه الشرب النظيفة لماذا ننتظر أن تحصل مجاءة حقيقية لمليون شخص في داخل المدينة لماذا لا يستعان بقطاعات برية تقاتل داعش في قلب المدينة يعني متى سنلجأ إلى هذا الخيار في ظل هذا التباطع في ظل هذا الاستنزاف في ظل كم الضحايا من المدنيين في داخل الموصل اللي داعش يعدمهم واللي هما خارج الموصل في المناطق المحررة اللي يسميهم داعش مرتدين وننتظر حالة نزوح أخرى قد تصل المجاعة إلى أولئك النازحين متى إذن يتم الاستعانة بقطاعات برية للخروج من هذا الوضع أيضا خبراء لإحدى المواقع الأمريكية أحد أسباب التباطع في هجوم القوات العسكرية العراقية يتلخص في أن عملية اقتحام المدينة اقتصرت فقط على وحدات النخبة في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ولا يتجاوز عدد هؤلاء الإجمالي لـ 15 ألف مقاتل بمعنى إحنا عدنا 15 ألف مقاتل مدربين تدريب عالي وعدهم كفاءة عالية جدا وقيادتهم أيضا قيادة متمكنا قيادتهم مو قيادات دمج قياداتهم امتداد للمؤسسة العسكرية العراقية العريقة مثل عبدالغن الأسدي وعبدالوهاب الساعدي وحيدر العبيدي من أبناء المؤسسة العسكرية مو ضباط دمج بمعنى عدهم العقيدة العسكرية وعدهم المكنة العسكرية فإنت عندك نخبة 15 ألف مقاتل لماذا ندخل هؤلاء في السنزاف وفي محرقة الاقتتال مع داعش وهي معركة معقدة باعتراف الأمريكيين اللي هم قيادة التحالف الدولي لماذا لا نحمي أولئك الـ 15 ألف مقاتل النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي من هذه المحرقة من خلال استدعاء قوات برية للقيام بهذا الواجب طبعاً رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قبل قليل في كلمته الأسبوعية عارض مثل هذه التقارير بل ونفاها خلينا نشوف شنو قال أو شنو رد الدكتور العبادي على ما جاء في هذه التقارير أنا مطلع على كل الواقع معتمد على ما ذاكر اسمه معتمد على ضابط موجود في التحالف الدولي أمريكي نعطي وجهة نظر وأنا أقول لكم ما احترامي لكل التحالف الدولي ديشتغويانا مو كلهم مطلعين بعض الحين هوية وجهة نظره واضح وجهة نظر أنا عندي طبع أتابع قوات يعني جهاز مكافة الإرهاب بتفصيل كما أتابع قيادة الجيش وأيضا شرطة الاتحادية جهاز مكافة الإرهاب عندنا جهاز جدا مهم وخطير لأن جهاز عدد أفراده ليس كثير يعني عدد أفراده محدودة والفكرة أنه محدودة حتى يصير اهتمام به لأن إذا وسعته يصير مثل باقي التشكيلات لا يوجد أي توقف على الإطلاق العمليات مستمر تحرير صار كبير يجب أن نحمي قواتنا ونحمي المدنيين يحتاج إلى مسح للأماكن المحررة توجيهات إلى كل قطاعات الأمنية وإلى قيادة عميلة مشتركة مراجعة دورية لكل الخطط دائما تراجع الخطط تعدل شيء بسيط هنا شيء بسيط هنا تركز على محور معين أكثر من محور آخر لأن بداية الخطة التركيز على كل المحاور دفعة واحدة بس بالأخير راح تحصل على اختراق للعدو في محور أكثر من غيرها كنت حسبة تعيد النظر بالخطة إذن إعادة النظر كما ذكر الدكتور العبادي فلتكن في سياق العمليات البرية والإنزالات النوعية التي تعمل على حسم هذه المعركة بدل استنزاف طاقاتنا وأموالنا وشبابنا وجغرافيتنا ونازحين في هذه المعركة التي ستطول أكثر مما هو متوقع يعني جيد مثل ما ذكر رئيس الوزراء أن هناك مراجعة دورية وهناك تقارير واعتماد على جهد مكافحة الإرهاب ولكن بعد شهرين إحنا ما كملنا ما كملنا نصف المدينة وهناك ضحايا كثر مو الإعلام يقول أكو ضحايا كثر ولا التقارير الناس تعرف من خلال كثرة جثامين الضباط العراقيين والجنود العراقيين التي تروح الأهلها فهل حان وقت اتخاذ قرار جريء ومصيري ومصيري باستدعاء قوات برية من التحالف الدولي من خلال عمليات نوعية لحسم هذه المعركة هذا إحنا نحيل إلى الدكتور العبادي ومستشاريه ما يؤاخذ على هذه الكلمة نقطة مهمة جدا بأنه كان ينتظر من الرئيس العبادي أيضا حينما انتقد التقارير الدولية التي تتحدث عن البطء والإخفاق العسكري ربما بين قوسين وكذلك الخسائر في الجيش العراقي كنا نود أن يتطرق أيضا إلى التقارير التي تتحدث عن المشكلة الإنسانية كيف سيتعامل رئيس الوزراء المسؤول التنفيذ الأول في الدولة العراقية مع مليون إنسان في داخل الموصل تنتظرهم مجاعة هل هناك خطط للتعامل مع 200 ألف نازح مع السمرار المعارك لأشهر طويلة نتمنى نسمع مثل هذا الكلام لأن المشكلة ليست فقط عسكرية والقضية ليست فقط قضية خطط ومراجعة خطط وإنما الموضوع بمصير إنسان ومصير عوائل ومصير جغرافيا ومصير بيوتات بالكامل بدأت يهددها داعش من جهة ويهددها النزوح من جهة وتهددها المجاعة من جهة أخرى صحيفة بوليتك نقلا عن أحد الضباط الأمريكيين نحن كنا نعلم أن معركة الموصل ستكون شاقة ولكن تبين في الواقع أنها أشد ضراوة بكثير مما كان يتخيل أي إنسان خلينا نشوف النقطة اللي بعدها قائد عمليات نيناوى نجم الجبوري القيادة أمرت كل القطاعات العسكرية بالتحرك المكثف للبدء باستكمال تحرير كل المناطق والوصول إلى مركز مدينة الموصل وتم تغيير الكثير من الخطط العسكرية من دون تحديد موعد ذلك التحرك جيد يعني إذا كانت الأمور بهذه الطريقة أن هناك نية لتحريك كل القطاعات مع بعضها دون الاعتماد على جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية هذا جيد ولكن هل سنكتفي بهذا القدر من الحاجة أم ربما نحتاج المزيد في ظل المعركة التي تشتد ضراوة كما يذكر الأمريكان في تحليلاتهم وبالنهاية أيضا هناك طرف آخر يمثل الحشد الشعبي قيس الخزعلي أيضا يعترف بأن معركة الموصل ستطول والخسائر ستكثر ومعاناة النازحين ستزداد ما دام هناك استجابة للضغوط الخارجية بعدم مشاركة الحشد الشعبي فيها وكل واحد يحود النار القرصة أو الخبستة يعني إحنا مو قضية حشد يشارك في هذه المعركة المعركة أكثر تعقيد من مثل هذه التصريحات التي فيها الكثير من المزايدات على هذه المعركة المعركة لا تتحمل مزايدات بسبب بسيط جدا أكو مليون إنسان في داخل مدينة الموصل ينبغي إنقاذهم وعدنا 120 ألف نازح ممكن يصورون 150 ويصورون 200 ألف نازح ما ينبغي المزايدة على هؤلاء في استعراض القوة واستعراض العضلات نعود للسؤال الجوهري الذي يسأل هل حان وقت هل حان وقت استدعاء قوات برية لحسم المعركة؟ نلتقي بعد الفاصل مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في معرض مناقشتنا للعمليات العسكرية وتطوراتها معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الأستاذ مؤيد دالج حيشي وهو خبير في الشؤون العسكرية وفي حرب الشوارع تحديدا أستاذ مؤيد أهلا بك في ساعة حدث على شاشة الفلوجة السؤال الجوهري الذي يطرح في سياق هذه المعارك المتباطئة والخرائط تقول ذلك هل سيعمد أو ستعمد القوات العراقية إلى طلب قوات برية للتحالف الدولي لحسم المعركة بعد دخولها مرحلة الاستنزاف بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام بداية جوابا على هذا السؤال إذا تقاعست أو المحاور المتبقية المتوقفة باستثناء المحور الشرقي اللي هو بيد جهاز مكافة احترهاب إذا تباطعت وتقاعست عن التقدم والتحرك فهذا يستوجب استدعاء قوات دولية من أجل تحرير هذه المدينة وتخليص السكان المحليين من هذا التنظيم الإرهابي القدر نعم بمعنى نحن ننتظر مشاركة كل المحاور في هذه المعركة فبعد من جربها ويصير اللي يصير من موجة نزوح ودمار للمدينة حتى نكرر قوات برية للتحالف تدخل أو لا بهذا المعنى نعم نعم استاذ زيد من خلال ولنتكلم بصراحة وللغة العسكر ولنتعيد عن العاطفة والسياسة من خلال وضع هذه الخطة لتحرير مدينة الموصل أنا قلت في قنوات أو حلقات أو لقاءات سابقة أنه قلت من وضع هذه الخطة وضعها سياسي وليس قائد عسكري ولا حتى عراقي وكانت القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي تقول بأن هذه الخطة خطة أمريكية ولكن يعني ما معلوم هذه الخطة ليست أمريكية وليست حتى عراقية يعني من يا ضابط يا ضابط ركن واصل عميد ركن فما فوق وخادم قائد فرقة أو قائد فيلق يا ربي أن هذه الخطة خطة سياسية شنو دلالات هذا الكلام داخلين على مدينة أستاذ مؤيد شنو دلالات هذا الكلام بأن الخطة موضوعة من السياسة شون استنتجت هيدا أسأ رح أكمل لك أنطيني مجال أكمل لك الفكرة أستاذ زيد أسأ عجيبك عليها من وضع هذه الخطة وضعها من أجل إطالة أمد الحرب وأمد تحرير هذه المدينة ومن أجل استنزاف قوات جهاز مكافحة الارهاب وهذا ما استدعى بدخول هذه القوات اللي هي مدربة ومهيئة للقتال في الشوارع وفي حرب المدن وترك وترك هذا محور واحد اللي هو محور الشرقي وترك سبع محاور سبع محاور للدخول إلى مدينة بدون أي تحرك أولها المحور الشمالي اللي هو محور الفرقة 16 منذ التجحفل والوقوف مع قوات البيشمرقة على مشارف هذا المحور اللي هو محور الفيل مبدئيا وصول إلى الفيل لم يتقدم هذا المحور خلال هذه الستين يوم المضت سواء كيلو مترين هذا المحور الشمالي المحور الجنوبي الشرقي أتى بإسناد البيشمرقة من محور قويرو مخمور ووصل إلى المحور الجنوبي الشرقي اللي هو محور حي الوحدة دوميز وصار له أربعة أسابع يقاتل في حي الوحدة ولم يحرر حي الوحدة ولم يدخل وهو بجانب أهل الموصل يعرفون بانزخانة نينة والشرقية يعني لم يدخل لم يدخل المدينة لحد الآن والمحور الجنوبي هم صار له شهر على مشارف تلال البوسيف على أعلى وفي أسفله مطار الموصل والمحور الغربي اللي هو قطعه الحجد الشعبي وأنا قلت هذا غلط وبالخطة العسكري لتحرر المدينة غلط أنه أنت تطبق الخناق على عدوك في داخل مدينة مع وجود السكر هذا غلط في حرب المدن فهذا التباطل اللي دايه يقول عليه أنه خمسة وخمسين يوم تركوا جهاز مكافحة الرهاب القوة الوحيدة اللي مختصة بهذا القتال أن تدخل في قلب المدينة وتحرر أربعين حي وهذا أكبر غلط خطأ عسكري دخول قوات إلى قلب العدو وهي جناح اليمين لهذه القوة عدو وجناح اليسار لهذه القوة عدو وأمامها عدو أي ضابط عسكري مخطط لهذه المعركة خمسة وخمسين يوم أنت ليش ما محرك المحور الشمالي للعلم مع انتهاء المحور المرحلة الأولى من إعلان هذا الجهاز بالوصول إليه اللي هي التلال الأثري اللي ذكرتها جنابك قبل شوية بالتقرير أصبح ما بين المحور الشمالي ويمين يمين المحور الشرقي للوصول والتلاحم معه جهاز مكافأة احتراب فقط أربعة أحياء يعني لو قام المحور الشمالي ومحور فرقة 16 والتحرك على مدى أسبوع يصل إلى هذا المحور ويلتحم معه طيب أرجس لك أرجس لك على هذا الكلام سؤاليا أستاذ مؤيد معدرة يعني هل تلمح إلى أن هذا السياسي الذي وضع هذه الخطة يريد أن يقضي على جهاز مكافحة الإرهاب ويستنزف هذا الجهاز إلى آخر جندي مدرب في هذا الجهاز السؤال الآخر من هو ذلك السياسي أو من هي الجهة المستفيدة من مثل هذا الاستنزاف لمثل هذا الجهاز المهم المدرب على أعلى مستوياته أولا جوابي على سؤالك أولا هذا الجهاز مرتبط مباشرة بالسيد القائد العام بالقوات المسلحة السيد حيدر العبادي وباقي باقي المحاور كلنا نعلم ونحن عراقين ونعلم أنه باقي الجهاز غير مرتبطة بالسيد القائد العام بالقوات المسلحة نعم احتمال إعلاميا ولكن داخليا غير مرتبطة بالسيد القائد العام والقوات المسلحة والذي وضع هذه الخطة ونقلة سياسي يريد أولا القضاء على هذا الجهاز واستنزافه في معركة مستميتة من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتدمير المدينة وتهجير سكان هذه المدينة وإذلالهم من هو هذا السياسي؟ لو من هي هذه الجهة السياسية التي لديها كل هذه النوايا الخطرة أستاذ مويد من يريد أن يقضي على هذه المدينة؟ أنا لا أستطيع بالإعلام أن أقول من هي الدولة التي تريد القضاء على هذه المدينة والقضاء على جهاز مكافحة يعني تريد تقول إيران؟ لا الأمريكان ولا 100% إيران أستاذ زيد 100% إيران يعني هناك مصلحة يعني يريد القضاء على جيد يعني إذا كانت إيران تريد القضاء على جهاز مكافحة الإرهاب لكون جهاز أمريكي بحت ويعني هو القادر والممارس على حرب المدن وهو مرتبط ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة يعني هذا التدمير وهذا الاستنزاف يتم بموافقة القائد العام للقوات المسلحة بناء على تصورك الآن نعم نعم أنا بما أنه أنا صن في قوات خاصة سابقا أنا حزين ونوبات يعني أبكي على هذا الجهاز من خلال هاي المعركة اللي دايقودة وديمشي بيها ولا يوجد أي من يساعده من باقي المحاور يعني السيد القائد العام للقوات المسلحة أعلن أنه مجهز خمسة وستين ألف مقاتل خمسة وستين ألف مقاتل لمعركة تحرير مدينة الموصل وللعلم للعلم هناك من قبل أن تبدأ آي المعركة هناك من كان يصرح وبطريقة غير مباشرة يقول بأنه تنظيم داعش سينسحب من المدينة بدون قتال مثل ما انسحب من الفلوجة ومثل ما انسحب من تكريت أو مثل ما انسحب من الرمادي وسينسحب من هاي المدينة ولهذا تشوف القوات اللي أتت لتحرير المدينة باستثناء جهاز مكافحة إرهاب أتت وكأنه أتت كأنه زف جاين مجاين على قتال ولهذا تشوف أربع سابع أو عبرة الشهر الشرطة الاتحادية متجحفة معاه فرقتين وفرقة جيش عراقي وشرطة محلية وحشد عشائري في محور واحد والمحور الجنوبي ووصلوا على مسافة أربع أو خمس كيلومترات تبعد عن مركز مدينة الموصل وتكملة لما أقول أنه من يريد أن يقتل الأفعى يقتلها من ذيلها أم من رأسها مدينة الموصل لا تسقط من الساحة الأيسر يا ناس يا عسكر يا قادة يا أركان مدينة الموصل لا تسقط من الساحة الأيسر داعش من سقط الموصل داعش سقط الموصل من الساحة الليمن دخل من المحور الغربي ودخل من المحور الجنوبي وسقط مدينة الموصل بعد أن أعلن أن نسيطر على محافظة مركز مدينة محافظة نينوة بناية المحافظة ودخل على عمليات الموصل أستاذ مويد أنت إذا بديت المعركة من الجانب الأيمن أو من الساحل الغربي لمدينة الموصل نحن انتقدنا ابتداء فكرة قطع الطريق على داعش للخروج من المدينة للذهاب إلى معقله سوريا فأنت لما تجي تبدي المعارك من الساحل الغربي راح تقع بنفس الخطأ اللي أشرت إلى جنابك الآن في بداية الحلقة أستاذ زيد أستاذ زيد أنا مدينة الموصل أنا بلدي العراق أنا داعش من جاني داعش جاني من سوريا داعش ما سقط الموصل من داخل الموصل داعش مسوى انتفاضة على الجيش العراق اللي كان موجود بالموصل وسقط الموصل داعش جاء من سوريا ثاني شيء أكو خطتين كل ضباط الأركان والسيد عبدالغني الأسدي يسمعني لهو كان أكاديمي ويعرف بكلية الأركان أكو خطتين لتحرير المدينة يا إما أنت تجهز قوة خلايا نائمة مقاومة بداخل المدينة وتأتي على هذه المدينة مو ألا مدينة الموصل أي مدينة هاي بالخطط العسكرية وتأتي وتطبق الخناق عليها وتطوقها من أربع جهات وتطبق الخناق علي عدوك ثم تنهض المقاومة الموجودة بداخل المدينة وتقوم بالدخول بمساعدة هذه المقاومة والدخول وتحرير المدينة والخطة الثانية وضع فتحة مثل ما مثل ما اللي صار بخطة تحرير مدينة تكريت وضع منفذ ليهروب العدو للحفاظ على السكان والحفاظ على البنى التحتية للمدينة وكان موجود إلى حد ما اتحرك الحجد الشعبي وقطع هذا المحور وطلعت المقولات والدعايات أنه خطة إيرانية هي من البداية خطة إيرانية من البداية هي خطة إيرانية ما جاوبتني أستاذ مؤيد على سؤال مهم إذا كانت النية تدمير جهاز مكافحة الإرهاب فهل هذا يجري الموضوع دون علم الدكتور العبادي أم بتواطئه هذا السؤال اللي يسأل الآن إذا كانت هذه النية بوضوح أن يدخل في حرب استنزاف جهاز مكافحة الإرهاب ولوحده دون إسناد أحد أو أولا أولا راح أجاوبك على السؤال بس نطيني مجال أولا أي حرب استنزاف مو من صالح المهاجم من صالح المدافع وهنا المهاجم قواتنا من جهاز مكافحة إرهاب والعدو تنظيم داعش يعني جد ما طولت المدة بالمعركة مو من صالح المهاجم من صالح المدافع هاي وحدة اثنيا السيدة القائدة العام للقوات المسلحة رجل مو عسكري حتى احنا نتهمه أو ما نتهمه الرجل مدني وهناك مستشارين عسكريين يستشارون وينطوا رأيهم بالمواضيع العسكرية أو بالخطط ويطلع علينا بالتصريحات والرجل ما يعرف احنا ما نخلي الذنب على القائدة العام للقوات المسلحة الذنب على المستشارين العسكريين الموجودين يمه ما ينطوا معلومات صحيحة المستشارين يشاركون نفس النية نية التدمير ونية انهاء جهاز مكافحة الارهاب بارادة ايرانية استاذ زي المحاور اللي انوضعت واتت لتحرير الساحل الايسر مو الساحل الايسر على يسار هذا الساحل اللي هو المحور الجنوبي الشرقي فرقة تاسعة درع وصنف الدرع ما صنفه يدخل حروب مدنية حروب مدن والمشاد فرقة 16 فرقة مشاد وكانت مهيكلة واستحدثت مؤخرا وهي اصلا فرقة لوائين ناقص فوج حتى ممتكاملة لا كتعداد ولا كآليات ولا كعجلات مو متكاملة هاي الفرقة هذول الفرقتين اللي ماسكين محاور اثنين هذا مو شغلهم هذا مو صنفهم يجون يدخلون في حرب مدن اللي لازم يصير ويستمعوا القادة العسكريين وانا مو انبه عليهم انا حاليا اعتبرني اصغر ضابط مو انبه عليهم بس اكو قادر وكن اسألوا سيد عبدالغني الاسدي اسألوا سيد عبدالوهاب الساعدي رجل خدم قوات خاصة وخدم اركان ورجل خدم امر لواء ويعرف بس ما حد يجاوب على هذا الموضوع هاي الفرقتين اللي ماسكوا محورين هذا مو شغلهم بحرب المدن احنا عدنا درع اسناد ما يدخل متقدم ولا يدخل رأس سهم بالحرب وعندنا المشاة تجي اسناد للدرع وعندنا كان في السابق تدخل القوات خاصة هي الصراء السهم والدرع اسناد في الطرق الرئيسية وليس في الطرق الفرعية يعني بالشوارع العامة يدخل الدرع اسناد بس امامها قوات مختحمة اللي هي حاليا حاليا شغل ومهمة جهاز مكافي اعتراب والمشاة يدخل يمشط هاي لازم كانت هاكت وضع الخطة ولو وضعت هكذا في عشرة ايام سيأخذون الساحة العيسر زين فكرة الانزالات الجوية اللي ممكن استاذ مؤيد فكرة الانزالات الجوية اللي ممكن اتحقق الهدف اللي تذكره جنابك الان يعني هناك انباء بان قيادة العمليات من جهاز مكافحة الارهاب رفضت اماكن او تحديد مكانات لانزالات جوية لقوات خاصة حتى تدخل داخل المدينة وربما تحسم بعض الجيوب في المناطق المحررة وربما تتقدم شيئا فشيئا شنو ليمنع قيام انزالات جوية حتى في الساحل الايمن اللي هو اكثر تعقيدا من الساحل العيسر استاذ زيد بالنسبة لقصة الانزالات او موضوع الانزالات الانزال الانزال في الجبهات وفي التضاريس المفتوحة يحدث خلف خطوط العدو مو فوق العدو خلف خطوط العدو لارباك العدو ويحدث هجوم من الامام وهناك قطعاتنا اللي هي عملة الانزال تقوم بارباك العدو ويقوم بانشاء وعمل هجوم ويسقاط تلك المنطقة او ذاك القاطع اما في حرب المدن هناك موضوعان او حلا او خطتان توضع عليها الانزال اولا يجب ان يكون هناك قوات او خلايا تقوم باستقبال هذا الانزال وتشتيته في الاماكن او في المساكن ثم يقومون بعمل ارباك من داخل المدينة وطبعا مع الانزال يأتي السلاح والعتاد ان لم يوجد في تلك المدينة او عند تلك الخلايا هذا واحد اثنين الانزال في المدن الثاني يحدث في الاماكن المباني العالية وفي الغابات ان وجدت بما انه لدينا اماكن عالية وغابات في الساحة الايسر لم يقوم ولم يحدث هناك انزال وان حدث الان فسيكون انزال قاتل من الجهة التي تحدث الانزال لا يصلح عندنا المباني العالية عندنا جامعة مباني جامعة وعندنا منطقة الغابات ليش ما يحدث او ليش ما يصير هالسا انزال لانه الجامعة حاليا تبعد عن قطعات جهاز مكافأة احتراب لا تبعد سوى مسافة 500 متر او كيلو متر عن تلك القطعات فلن يستفيد الذي يعمل انزال لن يستفيد في هذه المنطقة بقط عندنا الغابات اللي هي محاذية لضفاف نهر دجلة ان حدث هناك انزال فسيكون قاتل لانه اعلنت هذه الامور سوف نعمل انزال سوف نعمل انزال والانزال يكون في مباغة ويكون بسرية لا لا يمكن ان يعلن يعني اترجعنا دائما الى المشكلة الاولى استاذ مؤيد المشكلة في الخطة العسكرية الموضوعة فكرة تدوير الخطط اللي اشارها الدكتور حيدر العبادي قبل قليل القائد العام من قوات المسلحة هل هي نافعة في ان نغير دائما في موضوع الخطط اضافة الى كلام قائد عمليات نيناوى بامكانية ان تتحرك بقية المحاور لانه انت الان جنابك تقول ان هذه المحاور في طبيعة القطاعات الامنية والعسكرية الموجودة هي غير مؤهلة مثل الدرع ان يقاتل في سياق حرب الشوارع اذا نحن امام طريق مزدود وحرب طويلة فعلا والسنزف للجهد العسكري والجهد الامني في هذه المعركة له تداعيات انسانية استاذ زيد اولا انا يعني قلت لك قبل شوية انه انا حزين ها و اه جدا يعني هذه المدينة مدينتي وانا عسكري سابق وعرف بهاي الامور استاذ هس حاليا حاليا ان اراد السيد القائد العام وقوات المسلحة وحسب ما هو يعني انه في تغيير الخطة بالساحل الايسر لا يمكن اي تغيير لأي خطة تحدث هذه تغيير الخطة في الساحل الايمن بس فقط عليه ان يحرك المحور الشمالي والمحور الجنوبي استاذ زيد اللي ما يعرف بالخطة وما يعرف مدينة الموصل وما يعرف الجهاز مكافحة اراب وين داخل وين واصل بالساحل الايسر فما يعرف يتكلم بس اللي يعرف وحيقرأ الخطة وقبل شوية انت طلعت المدينة وارجع ان اطلعها لا حشوفك ان الجهاز مكافحة اراب وين داخل وين واصل يعني قلت لك قبل شوية عليه ان يحرك المحور الشمالي فقط بين المحور الشرقي الجهاز مكافحة اراب والمحور الشوالي فقط اربعة احياء وما بين هذا يمينا ويسارا شوف انتبه انتبه استاذ الخارطة الان على الهواء مباشرة استاذ مؤيد الخارطة الان على الهواء مباشرة اذا ممكن يعني يعني تفكر وانت تتكلم عن خارطة امامك حتى حتى يكون المواطن وياك متواصل ما بين الخارطة وبين اللي تقوله استاذ زيد شوف الاربع على الاحياء الاربع على الاحياء على يمين على يمين الخارطة من فوق الاربع حياء اللي هي الصديق والحدباء والكندي وحي العربي شوف المحور الشمالي فرقة 16 وصم باصلة شوف كم حي اكو بيناتهم وللعلم شقد واصلة وشوف المحور الجنوبي الشرقي الفرقة التاسعة شوف وين واصلة وكم حي تفصلها كم حي يفصلها عن الالتحام مع يسار جهاز مكافحة الرهاب يعني يسار وصول نقطة الوصول بالاتجاه الشمالي تقصد جنابك أساذ مؤيد بالاتجاه الشمالي الكرامة وصناعة الكرامة اي نعم لا لا العفو العفو فوق 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 من فوق شوف شعندك هناك بالخريطة بالجهة الشمالية منطقة السادس وسبعة نيسان والسكر والصديق والحدباء سبع نعم نعم والصديق والحدباء اش تبعد الصديق والحدباء عن الالتقاء مع حي القاهرة وحي الفلاح شوف حي الفلاح وين ها طبعا محرر حي الفلاح نعم تقريبا ايه محرر قديمة هاي قديمة ثلتة يام اربعة يام يعني فقط السبع نيسان سبع نيسان والسادة تفصلهم عن بعويزة نعم حي واحد يفصلهم عن السادة وبعويزة صح ولكن عن مركز مركز انطلاق المحور الشمالي حي العربي حي العربي والكندي والبلديات والحدباء ليتصلوا مع مجسر السكر ويتقدموا ويلتحموا مع هذه القوات يعني هذا التخير اللي يحصل ما عرف يعني مو عسكريين الجالسين يوم السيد القائد العام القوات المسلحة مو ركن مو ضباط ما خاد من قادة فرق ولا خاد من قادة فيالق يعني ما نعرف زين طيب اترك الساحة الليسر تعالني على الساحة الليمن تعالني على الساحة الليمن استاذ زيد الساحة الليمن انتوا واصلين انتوا واصلين تلال مرتفعات البوسيف متحدكم مطار الموصل ومطار الموصل فارغ ما بي لا مباني ولا خلي نقول مواضع او قطعات لداعش ليش ما تنزل تاخذ المطار وبعد المطار بعد المطار جيك معسكر الغزلاني معسكر ايه اهل غير اهل بالسكان هو اصلا للجيش للجيش وداعش جاء احتله ليش ما تتقدم وتاخذ المعسكر الغزلاني وتاخذ المطار وتكسر شوكة داعش وللعلم للعلم استاذ زيد باختصار انه هذا اللي يبكيك بالموضوع ويحزنك بالموضوع انه شوكة داعش وقوة داعش انكسرت بالموصل خاصة بالساحة الليسر بعدا بعدا عبر جهاز مكافحة الالهاب عبر خط الصد الاول اللي هو كان بالاحياء المتقدمة او في مداخل الساحة الايسر وعبر خط الصد الثاني اللي هو كان ممتد ما بين تقاطع صناعة البلدية وصولا الى مجسر السكر مع الاسف الوقت يعني انتهى والكلام كثير جدا المرة القادمة راح نلتقي بجنابك والخارطة راح اصير ويانا من البداية الحلقة الى نهاية السالف بالخارطة لانه يعني هذه الانتقادات راح نأكد عليها عسى ولعل تصحح من القيادة العامة للقوات المسلحة لانه يعني احنا اذا كان البطء بهذه الطريقة وهذه الثغرات موجودة معركتنا ما تطول ستة شهر راح تطول سنة نشكرك شكر جزيل الاستاذ مؤيد درج حيشي الخبير العسكري في قتال الشوارع والمدن كنت معنا عبر الاقمار الصناعية من اربيل في ساعة حدث شكرا استاذ مؤيد سؤالنا مشاهدين الكرام لكم على التويتر انساني يتعلق بموضوع المدنيين وطلحنا في بداية الحلقة لماذا لا يتم اجلاء المدنيين او هل تؤيد اجلاء المدنيين نحو المناطق المحررة بدل مخيمات النزوح الرأي العام تفاعل مع هذا الموضوع بنسبة خمسة وخمسين بالمئة مؤيد وخمسة واربعين بالمئة غير مؤيد طبعا النسبة متقاربة لان شكل غير مؤيد يعلم بان المناطق المحررة عرضة لقصف داعش بينما المؤيد ربما يعني يتفاعل انسانيا مع هذا الموضوع يعني ويعتقد بان النازح بدل ما يقعد بخيم خلي يقعد مثلا بهيكل او في مؤسسة من مؤسسات الدولة ونضع هذا الاستبيان بين يدي المتابعين لهذا الموضوع نلتقي غدا عند التاسعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة